يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس الرعي الرسمي المنتخب الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم موبيليس معا نصنع المستقبل النشرة الرياضية من الجزائر الدولية أهلا بكم أجل العبو المنتخب الجزائري سهرة الأربعاء ثالثة حصة تدريبية تحت إشراف المدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش بالمركز الفني الوطني بسيدي موسا واستعد رفق ياسي إبراهيم لمواجهة المنتخب بوليفيا سهرة الجمعة في إطار الدورة الويدية التي تحتضنها الجزائر هذا وتبدو فرص مشاركة متوسط الميدان هشام بوداوي والمهاجم سعيد بن رحمة ضئيلة حيث اكتفى اللاعبان بتدرب داخل القاعة لعدم جهزيتهما بدنيا بعد عودتهما من الإصابة أما بخصوص اللاعب حسام عوار متوسط ميدان روما فقد عانى من نزلة برد حادة لكنه تمثل للشفاء نسبيا وينتظر أن يلتحق بتربص الخضر الخمس غادر اسماعيل بن ناصر نجم ميلان الإيطاني معسكر المنتخب الجزائري بسبب معاناته من إصابة ليتأكد غيبه عن مواجهتي بوليفيا وجنوب إفريقيا الوديتين خلال فترة التوقف الدولي وأصدر لتحاد الجزائري بيانا رسميا أكد من خلاله تلقي اسماعيل بن ناصر ضواء الأخضر لمغادرة المعسكر من قبل الناخب فلاديمير بيتكوفيتش بسبب ألم طفيفة جادر بالذكر أن المدرب كان قد استدعى اللاعب أدم زورغان تحسب لأي طارئ حيث التحق بمركز سيد موسى الثنين الماضي فاز المنتخب الجزائري لأقل من عشرين سنة من منتخب مصر بهدفين مقابل واحد في البطولة الدولية الودية للشباب التي تحتضنها الجزائر وخطف شباب الخضر ثلاثة نقاط في المباراة الافتتاحية التي جرت بملعب سالم بروكي برويبة في العاصمة وسيواجه المنتخب الجزائري نظره التونسي السبت المقبل في ثاني مباريات الدورة أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم أو أمس الأربعاء أن الحارس مانويل نوير غادر معسكر المنتخب بسبب تعرضه لإصابة عضلية وسيغيب التالي عن مواجهتين فرنسا وهولندا الوديتين وقال الاتحاد الألماني عبر حسابه الرسمي أن مانويل نوير غادر بسبب تمزق في عضلة الفخذ الأيسر وسيغيب عن المبارتين الوديتين الدوليتين مشهيرا أنه تعرض الإصابة أثناء تدريبات وتخوض ألمانيا مواجهتين وديتين الأولى ضد فرنسا في الثالث والانشين من الشهر الحالي بمدينة ريون قبل أن تستضيف هولندا بعد سلطة أيها عاد مدافع ليفربول جو جوميز إلى المنتخب الإنجليزي بعد غياب دم ثلاث سنوات ونصف حيث تعود آخر مرة شارك فيها مع المنتخب الإنجليزي لشهر نوفمبر من عام 2020 عندما تعرض إلى إصابة خطيرة في الركبة بعدته عن الميادين مدة طويلة سواء مع المنتخب أو مع ليفربول ومدافع ريتس أكد ساعدته بالعودة لتمثيل منتخب بلاده الذي سيخوض ودية السبطدة البرازيل في إطار استعداداته للمشاركة في يورو 2024 سأكون كاذبا إذا قلت إن تلك الإصابة لم تترك أثرا نفسيا غدرت أرض الملعب على سيارة إصعاف ويعني ذلك الكثير بنسبة لي أثناء التدريبات لنهار الأمس قررت إغلاق ذلك الفصل من مشواري مع المنتخب والسعي لبداية جديدة فجميع اللاعبين يتعرضون لإصابات إنها جزء من اللعبة لكنها حدثت فجأة والطريقة التي حدثت بها ومغادرتي المنتخب دون أن تتحلي فرصة العودة كان كل ذلك صحبا علي وأنا سعيد بالعودة والتواجد مع اللاعبين وإغلاق ذلك الفصل من حياتي تلعب مساء الخميس مباريات نصف نهائي الملحقة الأوروبية المؤهلة كأسي أممي أوروبا 2024 ويستعاد منتخب البوسنة والهيرسك لإصلافة أوكرانيا على ملعب زينيتا في مباراة المثيرة بين منتخبان يعدان من أبرز المنتخبات في القارة الأوروبية بالنظر العديد من الأسماء التي يملكها كل منتخب فبعد مشوار مميز في التصفيات لمنتخب أوكرانيا الذي ضيع ورقة التأهل في مباراة الأخيرة يأمل زملاء زيتشينكو في موصلة المغامرة والتأهل إلى الدور المقبل والبحث عن ورقة التأهل وهو نفس مسعى زملاء إدن زيكو أعلم أن لاعب فريق ينتظرون هذه اللحظة بفرغ الصبر منذ حوالي عشرة أشهر الآن عندما نقترب من المباراة لا أعرف ماذا يمكنني أن أقول لتحفيزهم أكثر أعتقد أن الشيء الأكثر هامي بالنسبة لنا هو أن نحافظ على هدوئنا وأن نحافظ على التركيز قبل المباراة حتى بعد أن تبدأ المباراة سنظل نحتاج إلى الهدوء والتركيز فقط على المباراة من أجل الفوز وفقط ندرك جميعا أنها ستكون مباراة صعبة للغاية سنلعب خارج أرضنا ليس مهما بالنسبة لي كيف لعب منتخب البوسنة في التصفية صحيح أنه احتل المركز الخامس في مجموعته إلا أن أي منتخب سيكون مستعدا على أفضل وجه لهذه المباراة وسيقدم أفضل أداء كراوي ندرك أنها ستكون مباراة صعبة للغاية لكننا جهزون لذلك يجب أن نحترم الخصم وأن نركز على أنفسنا قال مكتب المدعي العام أن الشرطة فتشت الأربعاء مقر لتحد الإسباني لكرة القدم بمدريد في إطار تحقيق في مزاعم فساد وقال المدعي العام أن العملية جزء من تحقيق أوسع نطاقا يرتبط بمزاعم فساد تتعلق بسوء الإدارة وغسل الأموال وكشفت وسائل الإعلام إسبانية بين التفتيش شمل أيضا بيتا لويس روبياليس الرئيس السابق لاتحاد الإسباني لكرة القدم صحبة أمس بالعاصمة الفرنسية باريس قرعة منافسة كرة القدم الخاصة بالأولمبياد القرعة وضعت المتخب الفرنسي في المجموعة الأولى بجانب كندا كولومبيا ونيوزيلندا أما المتخب الأمريكي للسيدات الفائز أربع مرات بذهبية الأولمبياد وضعته القرعة في المجموعة الثانية التي تضم المصنف الخامس المتخب الألماني والمتأهل إلى نصف نهائي بطولة كأس العالم المتخب الأسترالي بالإضافة للمغرب وزنبيا ويواجه بطلعها لمتخب السيدات الإسباني في المجموعة الثانية كل من اليابان البرازيل ونيجيريا وجنوب إفريقيا إضافة إلى المتأهل من القارة الإفريقية ضمن لاعب التايقوندو الفلسطيني عمر اسماعيل تأههله إلى دورة الألعاب الأولمبيا باريس 2024 وضمن بطل التايقوندو الفلسطيني تواجده في الأولمبياد بعد فوز على منافسه السعودي رياض حمدي في نصف النهائية التصفيات الأسيوية للألعاب الأولمبيا التي تحتدنها الصين وبهذا يكون لاعب التايقوندو عمر اسماعيل ثاني رياضي فلسطيني يتأهال إلى الألعاب الأولمبيا عن طريق المنافسات بعد لاعب الجيدو ماهر أبورميلا تمكنت العداءة الجزائرية سعاد عزي مساء أمس الأربعة من إهداء الجزائر ميدالية جديدة في منافسات الألعاب الأفريقية المقامة بأكرى الغنية وأحرزت العداءة سعاد عزي ميدالية برونزية في تخصصية المشي 20 كيلومتر سيدات بتوقيت ساعة وخمسين واربعين دقيقة واثنين واربعين ثانية وتتواصل فعاليات الألعاب قبل يومين من اختتامها هنا تحتل الجزائر المركز الرابع في جدول لترتيب العام فاز البريطاني أندي موري على الإيطالي ماتيو بريتيني بمجموعتين مقابل مجموعة في الدور الأول لبطولة ميام المفتوحة للتنس البريطاني فاز بالمباراة بنتيجة 4-6-6-3-6-4 يبلغ الدور الثاني حيث سيواجه الأرجنطيني توماس إتشيبري قعد تيري روزي فريقه مياميهيتس للفوز على كليفلاند كافاليرز بـ 170 نقاط مقابل 140 نقاط في لقائهما الأربعاء في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين وسنحت لللاعب غارلند فرصة تسجيل رمية التعاضل لفريقه كليفلاند في الحلط الأخيرة غين أن كرته تدخل لم تدخل السلة ليتكبد فريقه الهزيمة الثالثة على التوالي على أرضه ختام نشر رياضي المزي تابعون عبر مختلف منصات قناة الجزائر الدولية ظاهرة أسفل الشاشة إلى اللقاء اشتركوا في القناة موبيليس معا نصنع المستقبل